في حلقة سابقة كنا بنتكلم فيه عن اختيار شريك الحياة قلنا انه مبدأ مهم من مبادئ اختيار الشريك انه لازم دايما يكون فيه اختلاف في الشخصيات يصنع تجاذب ولازم يكون فيه تشابه وقدرة على الحوار علشان يصنع استقرار فيه اختلاف جوهري بين الرجل والمرأة هو الاساس في التجاذب العميق والشديد الذي يصنع العلاقة الزوجية ويصنع الاسرة ويصنع الثقافات والحضارات كلها هو انه ذكر وهي انفر هذا اختلاف الكبير جدا يصنع انجذاب عميق وقوي جدا لكن ايضا يصنع احتياج شديد للفهم وعمرنا ما هنفهم بعض الا اذا تكلمنا طيب اذا كان الاحتياج ان احنا نتكلم عن حاجة احنا بنتكسف دايما نتكلم عنها هل ممكن الزوجين يتكلموا مع بعض عن الجنس ولا يمرسوه وهم صامتين غير معبرين عن اي شيء سألنا السؤال ده للناس في الشارع تعالوا نشوف قالوا ايه مسموع بس في داخل غرفتهم المغلقة علشان تشوف كل واحد دماجي التاني ويرايح التاني تبقى مشاعر اكتر متكون كلين يكلموا في انتبين هم من بعض ينقشوها طبعا عندنا في الدين الاسلامي مرضو في حياء صعب قوي انه هم يكلموا بالصراحة مع بعض دي غريزة لنزم تقولها لي وانا لو فاح حاجة عوزة بقولها هي حياة بتموارس مش محتاجة ان هي تبقى كلام او لغة يعني اه طبعا مهمة اه انا انا اوافق على المسألة ديات وده شيء ضروري علاقة الجنسية فشلة يعني حياة زوجيها فشلة عادتنا وتقاليدنا كمصريين ما بنتكلمش في حاجة زي كده دي حاجة بتنمي العلاقة بينهم يعني بين الزوجين دي مش حاجة عيب عشان اقدر يوفقية يعني هما اللي اتنين يوستروا هما عايزينه روحة نفسية لأ ده الحاجات دي تسوتر معاند ربنا هو كل حاجة لازم يكلموا فيها مع بعض اذا لازم الامر بكلام اوكي لازم يبقوا اوبن مع بعض بيتكلموا في كل المواضيع في الشرق بالزات ما تعودناش نتكلم على المواضيع دي بدام هم متفاهمين ممكن يعملوا كل حاجة ده ركن اساسي من اركان الزواج والزواج المسيحي بالزات اللي انت عارفة ان الشخص ده مش هيتغير طول حياته يبقى اللي بيتغير في الحقيقة علشان يجدد العلاقة ويحييها اكتر جوة بقى المصارحة في الموضوع ده من اخطر نقط الحياة الزوجية واستمرارها المصارحة دي بتسعين في المية بتسبب حالات انفصال لاحظنا انه الغالبية بالذات اللي يبدو عليهم انهم متعلمين وانهم من اجيال متوسطة العمر الى صغيرة العمر قالوا انه لازم نتكلم في كل حاجة سواء كانوا من اي ثقافة او من اي دين لكن نلاقي ان الاجيال الاكبر من اي ثقافة او من اي دين برضو قالوا انه يعني ما نتكلمش في المواضيع لما ما بنتكلمش ما بنفهمش ولما ما بنفهمش بتكون جوانا افكار خاطئة من الافكار الخاطئة اللي موجودة جوانا ان الراجل عنده طاقة جنسية اكتر من المرأة دا مش حقيقي لكن الراجل يميل للمبادرة والتعبير عن رغبته الجنسية اكتر من المرأة وحقيقة اساسية برضو مهمة بالذات في مجتمعاتنا ان الرجال كثيرا ما يستخدمون النساء ولا يراعون اختلافهم عنهم فالراجل لما بيدخل العلاقة الزوجية الجنسية بطريقة لا تحبها المرأة فالمرأة بتفصل منه خالص فبيبقى فيه انطباع ان هي مش مستمتعة وربما يكون عنده فكرة والفكرة دي تأثرت في المجتمع بقى عبر الاجيال ان الستات ما بتحبش الجنس هو ان الستات ما عندهمش طاقة جنسية لا الستات عندهم طاقة جنسية زي الرجالة بالضبط لكن هذه الطاقة غير مستغلة او غير مراعاة ما بيرعوش الازواج الطبيعة الجنسية بتاعة زوجاتهم حتى ان الزوجات انفسهم لديم طاقة جنسية وقدرة على الاستمتاع بالجنس لكنهم ربما يعيشوا كل حياتهم الزوجية غير مكتشفين بهذه الطاقة وغير مستمتعين بهذه القدرة الرجل يستثار بطريقة غير المرأة الرجل يستثار بسرعة غير المرأة الرجل يريد اشياء والمرأة تريد اشياء اخرى عندما لا يتكلمون فكل منهما لا يعبر عن نفسه ولا تحدث العلاقة بالشكل الذي يحدث اشباع للرجل والمرأة حتى الرجل الذي يستخدم زوجته للحصول على اشباع جنسي هو يشبع ربما جنسيا لانه من السهر الرجل يشبع جنسيا اكثر من المرأة لكنه لا يشبع عاطفيا فبيحصل ايه؟ فانه بيبقى حاسس انه اشبع لكن حاسس انه لم يشبع فبيبقى عايز افراط في الجنس ربما يشبع عاطفيا وينسى ان ما هو محتاج اليه هو علاقة من الفهم وعلاقة من الاستمتاع الجنسي المتبادل ايوه هو محتاج يستمتع بس كمان حيستمتع اكتر لو زوجته مستمتع وهو مش فاهم ازاي يمتعها ولا انها لا تعبر عن نفسها وهو لا يعطيها الفرصة وهي لا تعطي الفرصة لنفسها لان هناك ثقافة تمنعهم من الكلام عن هذا العمل تورماير دايما يقولوا ان فيه مشكلة في الزواج ان الزوج جاي من خلفية اجتماعية مختلفة عن الزوجة من اسرة مختلفة اتربى بطريقة مختلفة اهل مختلفين عن اهلها لكن حتى لو كل العوابل دي فيها تطابق تام يظل فيه اختلاف كبير جدا وهو انه ذكر وانها انفة هل هذا الاختلاف ممكن يكون مصدر عندما لا نفهمه يعني مصدر ليه تحدي في الزواج وعندما نفهمه هذا يؤثر على نجاح الزواج ده بكل تأكيد لانه في العلاقات الانسانية مش بس في الجواز في كل العلاقات الانسانية كتير قوي من المشكلات التي تحدث او الاضطرابات في العلاقات نبعى من فكرة ان انا متوقع ان الاخر يبقى ردود افعالي افعاله زي اللي انا كنت اعمله لو انا ما كانه يعني وكايني بتعامل مع الاخر وكاينه صورة طبق الاصل مني نفس الامور اللي بتسعدني بتسعده نفس الامور اللي بتضيقني بتضيقه فده بيعمل توتر كبير في العلاقة بين الزوجين لو الاتنين أدركوا هذا الاختلاف ومخدهوش بصورة شخصية لكن فهموا أنه هذا اختلاف عند كل الرجال وده اختلاف عند كل امرأة كل نساء بكل تأكيد ده حيفرق جداً بنسبة لهم يعني لو خدنا مثلاً مثال في الأمور الجنسية لأنه الاختلاف في الأمور الجنسية بين الرجل والمرأة من الاختلافات اللي بتسبب مشكلات جاسيمة في الجواز لأنه الجنس يعني لما العلاقة الجنسية ما تبقاش ناجحة مش بس يبقى الزواج ماشي كويس والعلاقة الجنسية هي المضطربة يأثر جداً على الجواز على الجواز عموماً والاختلافات في الأمور الجنسية غالبية الناس يعني أنا حزين إن أنا بقول كده إنه في ناس بتتجوز وتقعد مع بعض سنين طويلة وهم مش عارفين بعض الاختلافات اللي بين الرجل والمرأة وعاشوا كل هذه السنوات في تعاسى بسبب الجهل إنه مش فاهم يعني مثلاً إنه هو محتاج يدرك إنه الاستثارة عند الرجل غير الاستثارة عند المرأة مصادر الاستثارة عند الرجل هي بالدرجة الأولى هي عن طريق الأحلام اليقظة التفكير الرجل ممكن يقفل عينه كده ويطلق العنان لأفكاره وأحلام اليقظة ويستثار جداً جنسية نمرة اتنين هي النظر إنه الحاجة اللي أنا بشوفها تستثرني جداً جنسياً وحط الاتنين دول مع بعض الخيال وأحلام اليقظة والنظر مع بعض بيعمله قنبلة تؤدي إلى استثارة الرجل السريعة جداً والحاجة الثالثة هي التلامس مصدر الاستثارة عند المرأة مش زي الراجل من أحلام اليقظة والنظر لكن المصدر الرئيسي هو الاستثارة العاطفية أن تشعر المرأة أن هي محبوبة أن هي جميلة في نظر زوجها الجو الرومانسي الشاعري يستثير المرأة جنسياً جداً فهو محتاج أن يدرك هذا عشان يعمل هذا الإعداد العاطفي للمرأة قبل أي نوع من التلامس من خلال كلمات الحب والمديح لجمالها أن هي بالنسبة له مزالية نفس الرونق اللي كانت تتمتع به من دي قبل نمرة اتنين بالنسبة للمرأة في مصادر الاستثارة هو التلامس المتدرج ودي برضو مشكلة كبيرة أن الراجل خش في الموضوع بزبط الراجل يستثار لو حدث تلامس مع المنطقة الجنسية ما يفرقش قوي بالنسبة له التدرج المرأة يفرق جداً بالنسبة لها التدرج بالعكس ده لو بدأ الرجل بالتلامس مع المنطقة الجنسية المرأة تفقد الرغبة تحس إنها مش مستعدة لمزيد من التلامس ويمكن تؤدي في العلاقة بعد كده كنوع من الواجب لكن لو هو ابتدى بالمناطق الأقل في الحساسية الجنسية وتدرج إلى المناطق الأكثر في الحساسية الجنسية تتجاوب جداً المرأة فمحتاج هو يدرك هذا ومحتاج يدرك أنه النظر بالنسبة لها مش بيفرق كتير وحاجة تاني اختلاف آخر في الأمور الجنسية بين الرجل والمرأة هو في ما يسمى منحنة الوصول إلى أقصى النشوة الراجل بيحتاج حوالي ديئتين لكي يتحرك من مستوى صفر لأقصى النشوة يحتاج حوالي ديئتين المرأة لكي تتحرك من صفر من إنه ملهاش رغبة إلى أقصى النشوة تحتاج حوالي من 12 و 16 دقيقة حوالي ربا بساعة بسبب الفرق ده يعني أنا بسمع عن نسبتات عاشوا وماتوا ولم يختبروا ذروط النشوة ده حقيقي ده حقيقي فيه بعد 15 سنة جواز هي غير مدركة أنه المرأة كيبابل أو يمكن أن تصل إلى أقصى النشوة كان عندي في المكتب من فترة قليلة امرأة بعد 15 سنة بمحض الصدفة وصلت إلى النشوة إلى أقصى النشوة وغضبت بعد ما وصلت بسمين دي كلها بسبب إن الله قصد لي أن أشعر بهذا الإجباع وهذه المتعة وإنت هو جاهل هو مش عارف هو مش كان بيستخدمها لمتعته خلاص هو مش عارف إنها بيمكن أن تصل إلى أقصى النشوة وحست إنها تسرقت منها هذه السنوات الطويلة فهم يعني لو أنا بقارن بين احتياجي أن أعلم الرجل والمرأة قبل الجواز في الأمور الجنسية أقول احتياجي أن أعلم الرجل أكثر من احتياجي أن أعلم المرأة خطأ الرجل أكثر وتأثيره أكبر من خطأ المرأة لكن فعلا المرأة محتاجة تعرف بعض الأمور يعني مثلا ممكن تفسر هي أنه أنا باخد وقت أطول لكي أصل إلى أقصى النشوة للمرأة تفسرها لو هي مش فاهمة هذا الاختلاف الطبيعي الجوهري الذي قصده الله تفسر هذا أنها باردة جنسية وحاجة تانية مثلا المرأة في بداية الزواج عادة ما تبقاش مقبلة على العلاقة الجنسية زي الراجل في الفترة الأولى من الزواج الرجل بيبقى مقبل أكثر من المرأة ومرأة بتبقى متوترة قليلا علشان أكثر من سبب ما فاهم غلط عن الجنس خوفها من الألم أحيانا خوفها من الحمل من رأي زوجها في جسدها حينما تتجرد من الثياب فهي قلقة فإقبلها على الجنس بيبقى قليل حاجتين دول أنها إقبلها لقيت أنه أقل من إقبال جوزها على الجنس وأنه هي بتاخد وقت أطول من الزواج وكل ده طبيعي تماما يخليها يبقى عندها انطباع أن يبدو وكأني باردة جنسية هو عنده إقبال على العلاقة أنا ما عنديش أو ما عنديش بنفس المستوى وأنه هو بيستمتع بالعلاقة وأنا أشعر بالمهانة أنه استخدمني ولم أستمتع يوصل اقتناع معين أنه العلاقة الجنسية ليست لصالحة لن تستمتع بيها أو أن هي باردة جنسيا وتتحول هذه القناعة إلى نبوءة ذاتية التحقيق يعني أنا بقتنع عن نفسي أن أنا باردة جنسية أو أن الجنس ده حاجة مش ممتعة بالنسبة لي هو لمتعة الرجل تتحول يتحول هذا الاقتناع إلى حقيقة تبتدي فعلا تبقى باردة جنسيا تبتدي فعلا تبقى مش مقبلة أكثر وأكثر على العلاقة الجنسية لكن لو عرفت اللي احنا بنتكلم في ده هذه الاختلافات مجرد ده هتعرف أنه ده لا يدل مطلقا أنها باردة جنسيا يدل أنها طبيعية تماما الله قصد أنه استثارة المرأة تاخد وقت أطول أنه في الفترة الأولى لأسباب كثيرة طبيعي أنها تبقى إقبلها أقل لكن لو جوزها تعامل بصورة كويسة لهو فهم هذا الأمر وتعامل معها بصورة كويسة وشجعها ويهتم بأنه هو يشبعها ولا يؤلمها ويشبعها عاطفيا خلال أسابيع على الأكثر أسابيع حتبقى عاطفتها الجنسية وإقبلها وشهياتها الجنسية على مستوى الرجل تماما شكرا أن ترميهم شكرا أنا برحب معاكم بضيفين البرنامج مهندس ماجد ليون المتخصص في المشورة الأسرية وزوجته مادام راندا رزق الله المتخصصة أيضا في المشورة ومقدمة برامج تليفزيوني عادة الناس بتعتبر أن الجنس ده حاجة طبيعية زي الأكل والشرب فإحنا حنقرأ كتاب عن الأكل والشرب حنتعلم عن الأكل والشرب فيخشوا الحياة الزوجية كده وكأنهم حيمارسوا الجنس وحيستمتعوا بالجنس من غير ما يدركوا أهمية التعليم والثقافة في هذا الأمر خصوصا كمان المشكلة أنه لا يوجد ثقافة جنسية في الطفولة خالص فلا يوجد ثقافة جنسية معلوماتية عن الجنس والاختلافات والبلوغ والآخر ولا يوجد ثقافة عن الجنس في الزواج ولا أي حاجة من تقول تفتكر يا بشموندس أنه مهم أنه لا يقرأ عن الموضوع ده الحقيقة أنه هما زي ما أوسم زي ما أنت بتقول هما هيمرسوا العلاقة الجنسية وهيتبسطوا لكن هل هتستمر الانبساط ده بالموضوع ده وهل هيحصل فعلا إشباع كامل للزوج وللزوجة من خلال العلاقة الجنسية يعني فيه ممكن أفاق أكتر من الاستمتاع ومن الاستمرارية في العلاقة لو تعلموا أحسن لا أنا بختلف معاكم أنا بختلف معاكم في حتة أن هم هيستمتعوا لأنه ممكن الراجل بس يستمتع وهي تبقى يعني حسن هي مستخدمة ومتغازة لأنه هو مش فاهم حاجة ومش فاهم الخطوات ومش فاهم هي بتحس بإيه فهي تبقى حاسة أن هي يعني هو إيه اللي حصل وتبتدي تكره العلاقة دي بسبب أنه هو مش فاهم وهو متخيل أن هي زي ما كان دكتور مهير بيقول هو متخيل أن هي كما أنا مبسطت إنتي ما مبسطتيش ليه؟ لأنه مش فاهم؟ ولم يصلوا أبدا إلى ذروة الإجباعات الجنسية ومعرفوش إنها موجودة إحنا في المجموعات بتاعة إعداد المخطوبين والمتجوزين اللي بنعملها فيه ناس بتبقى متجوزة بقالها كذا سنة وفي المرة اللي بنتكلم فيها على العلاقات الجنسية بتتسئل أسئلة في منتهى السزاجة 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 بداية جداً وببقى فعلاً مزهولة زي ممكن حد يكون متجوز بقاله خمس وست سنين بيسأل الأسئلة دي ففعلاً حتة التعليم حتة مهمة جداً دكتور مهل قال إنه المشكلة في العلاقة الجنسية ممكن تنسحب على مشاكل أخرى في الزواج زي إيه مثلاً دي واحدة من الحاجات المهمة قوي واللي كل المشيرين بيتكلموا عليها فإنه لما العلاقة الجنسية بين الزوجين ما بتبقاش مظبوطة ومتبقاش ما بيبوش مشبعين هتسمع في حتة تانية وهتظهر هتظهر يعني مش ممكن تكون فيه مشكلة في العلاقة الجنسية ومش هتظهر وممكن يكونوا شايفين الرابط ما بين طبعاً هم مش هيشوفوا الرابط في البداية ومش هيبقوا ملاحظين بس إحنا بنتكلم دلوقتي عشان الناس تاخد بالها إنه لو فيه مشكلة في الحتة دي وإحنا ما تكلمناش عنها وإحنا ما حاولناش نعالجها هتظهر في حتة تانية هتظهر في التواصل بيننا وبين بعض هتظهر في أن إحنا نحب نعود مع بعض هتظهر في علاقتنا بالفلوس هتظهر في علاقتنا بالولاد هتظهر في علاقتنا بأهلينا هتظهر في علاقتنا مع بعض في البيت إن إحنا نبقى حاسين بالارتياح في البيت هتظهر هتظهر طب إنتوا جئتوا صيرت إن الزوجة ممكن تكون مجروحة لأنها ممكن تكون بتشعر بالاستخدام وجوزها بيستخدم جسمها عشان يشبع هو وهو مش عارف على فكرة يعني هو بمتخيل إن هي ملها نكادية كده ليه يعني الدنيا بزوز طبعا أخبرك حدا لهو مش عارف دي هل في ساعات ستات تماثر إنها مبسوطة؟ أه طب ليه طيب؟ ليه تعمل كده؟ مش عارفة بس غالبا هي بتعمل كده علشان تبقى بتكمل يعني العلاقة هي دوائزة وخلاص بس ده مش بيدوم يعني بعد شوية هي بتبقى محبطة والإحباط ده زي ما جد بيقول بيطلع يعني أنا مش عارفة يعني بتنصحية إنها ما تنثلش إنها بسوطة لا يمسوطة لا طبعا ما تنثلش إنها بسوطة لا يمسوطة أكتر حاجة هتتقول إنها بسوطة بسوطة بالجنس؟ آه هتتكسفش؟ إحنا عندنا حاجة كده زي ما وإحنا ما ينفعش وإن الست بذلك تتكلم وكأن لو مراتي تكلمت معايا عن الموضوع بتاع العلاقة الجنسية دي تبقى هي إنسانة عيب هي ست أخلاقها وإشرة هي أخلاقها مش كويسة مش متربية اللي متربية البنت اللي متربية ما تتكلمش عن الموضوع ده مع العلم إنه إنتوا كرجالة بتقودوا مع بعض بتتكلموا في الحاجات دي وفي ستات كتير يعودوا مع بعض طب ما بنتكلمش مع بعض طب مع الست دي ربنا عمل لها أعضاء جنسية فيها نهايات أعصاب جثارية جدا لأجل اللذة وربنا عمل لها في مخها مركز لذة في المخ زي الراجل بالزبط طب تخيل بقى إن فيه ستات هي أصلا مش عارفة المعلومة دي يعني هي مش عارفة إيه يعني أنا جسمي ده إيه ويعني فيه مناطق كده أنا مش فاهمة هي فيه إيه يعني دي بتشتغل إزاي والإعساسة إيه مراكز اللذة في الجسم دي نطحها مش عايزين نعترف إن المرأة من حقها اللذة الجنسية طب ده جرح اللي ممكن المرأة تجرح الراجل ممكن يبقى مجروح إزاي لو العلاقة الجنسية مش كوي الراجل لو من الطبيعة بتاعته إنه هو بيوادر ويبتدي يقول أنا عايز ممارسة للعلاقة الجنسية فلما بيرفض أو لما الزوجة لا تستجيب بسبب كل اللي رندك كلمت عليه لأن الزوجة غير مشبعة لأن الزوجة بتحسنة بتستخدم فالرجل بيحس بالرفض الراجل بيجرح إنه هو بادر وإنه هو لم يقابل بالترحيب فيتجرح فيحس بالرفض وممكن كمان الراجل في السنين الأولى في الشباب في العشرينات والثلاثينات مايفرقش معه هو موضوع الرفض ده لأنه إحساسه الرجالة في السن ده ما بيبقوش حساسين قوي بالضبط ورغبته من جنسية بتبقى عالية جدا فيترفت ما يترفتش مش مش مشكلة لكن في الاربعينات والخمسينات يجرح قوي من الرفض لأنه بيبقى حساس أكتر مزبوط فبيبقى مش بس عايز إنه هو يحصل على اللذة الجنسية لأ ده كمان عايز ما يترفتش عايز مراته تبقى عايزاه ولو يبتدي جرح الجرح ده لبدا يأثر عليه إزاي غالبا اللي هيحصل إنه هو هيبتدي يبعد وينفصل حتى مش بس في العلاقة الجنسية ينفصل خالص من البيت نفسيا عن البيت ويبتدي يدور على حتة تانية يعالج فيها الجرح ده سواء شغله سواء خدمة سواء علاقات أخرى علاقة تانية سواء علاقات أخرى واحد تكون عايزها بقى آه طبعا واحدة بترغب فيه وهو هيلائي الحتة دي وإحنا بنتكلم أنت بتكلم هنا على حتة أربعين سنة خمسين سنة يعني فيه أزمة تانية هنا منتصف العمر كمان وبعدين الرجل ده بيبقى حساس ولذيذ فكتير ستات بتبقى هي أصلا إلا امراته ليه؟ لأن امراته دي هو جرحها لما كان في العشرينات والتلتينات وأشعرها بالاستخدام فيه موضوع كمان أنا نفسي أو يكون بطرحه وهي أنه الست ممكن تكون بتهزر مع جزها أو بتتريق عليه بطريقة تجرح رجلته وده يخليه قفله يعني مثلا فيه أوقات بيحصل أنه ما بيبقاش قادر أنه هو يكون بيمارس العلاقة الآخر سواء لتعب لإجهاد لمرض لأي حاجة ممكن تكون بتحصل يعني ممكن يبتدوا ما يقدرواش يكملوا مثلا التريقة بقى والهزار في الأمر ده يعني نفسي انتبقاش فاهم أن ده بيجرح هي فاكرة أن هي كده بتطيب خطره وماله ونتريق ونهزر أو مثلا أن هي تكون بتتكلم على الأمور دي مع أصحابها وهو يعرف فحتة الخصوصية دي بتتكسر ودي أكتر حاجة بتجرح الرجل دي أكتر حاجة تجرح الرجل أنه هو يحس أنه مش قادر أنه هو يكون جنسيا بيقف في الحتة دي كمالا هو مش عارف أن دي أمور ممكن تبقى مؤقتة وترجع تاني يحس وهي محتاجة تعرف أنه هي حاجة مؤقتة ويبطل يبادر ويبطل يحاول يقترب زبطا أنه مش عايز يحبط تاني بهذا الشكل أو يتكسف بهذا الصورة وهي بتزن بقى في الحتة دي هي بتزود الرندا بتقول عليه بقى فيحصل الفجوة بتزيد تخيل أن فيه ناس ممكن تكون بسبب أن هي مثلا تريقت عليه أو تسببت في الأفلة النفسية هو ممكن يكون بيمارس العلاقة دي مع حد برا لكن معها هو مقدارش يعمل يبقى فيه نوع من العناء في العلاقة الزوجية لكن يبقى عنده قدرة برا مع واحدة واثنين وثلاثة لكن معها هي يبقى فيه قفل لأنها هي اللي تسببت في الحتة دي ومعها نفسيا بقى ومعها اجتماعيا ومعها في العلاقة فالدنيا نبوز خالص طبعا طبعا إحنا أدركتنا لو فيه ناس دوتي بيسمعونا ويقالوا دا كأنهم يتكلموا عننا يبتدوا من ايه يعملوا ايه أول حاجة أنهم يتكلموا مع بعض أكتر حاجة مفيدة بس دين قديمي صعب قوي يعني محتاجة أن أنا أكون بشجع الناس لأنه دي حتة عيب يعني ثقافة العيب دي عايزين نكسر نكسر العيب أول حاجة بس كمان لما احنا النهاردة حسينا أن احنا بنتكلم علينا يبقى أول حاجة نعملها نقر بأن احنا عندنا مشكلة أول حاجة احنا عندنا مشكلة شكلها كده دي مشكلة بتاعتنا ممكن يستخدموا اللقاء اللي احنا بنعمله دا وهيبقى موجود على الويب سايت ممكن يقعدوا مع بعض يتفرجوا عليه يكون دا بيكسر الجريد اللي بينهم يتكلموا في كنائس كتير مثلا بتعمل ايه بتعمل مجموعات أو بتعمل حاجات فيها تعليم عن العلاقات الزوجية مش بس الحتة الجنسية لكن عن العيلة عمتا نجيب كتاب ونقرأ نجيب كتاب ونقرأ ونتناقش مع بعض ينفع نقرأ مع بعض ونتناقش مع بعض ونشوف انه دا حاجة ينفع نتعلمها واللي احنا ما كناش نعرفه نقدر نتدركه انا كان عندي زوجين قالوا ان هما عاشوا 15 سنة بالصورة اللي احنا نتكلم عليها دي بعد انحضروا مؤتمر والراجل كان بيعمل كده الراجل كان بيعمل كده زي ما انت كنت بتقولي وهو مش فاهم ان دا غلط واقول ما فيهم ان دا غلط نور 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 طبعا وحياتهم اتبادلت 180 درجة بعد 15 وده بيعمل انعكاس على بقية الجوانب بتاعت الزوج على طول لما يبقى هما محبطين ودايما يعني مكتئبين وفي جفاف بينهم بيبقى الجفاف في البيت كله العلاقة الجنسية مش بس للاشباع والاستمتاع العلاقة الجنسية للاتحاد العلاقة الجنسية لخلق جو من الجسد الواحد في الاسرة الاب والام لما يكونوا في علاقة جنسية جيدة الاباء والابناء والبنات يشعروا بالامان في الاسرة ليه لانه بيشعروا ان الاب والام بيحبوا بعض الاب والام متحدين مع بعض ربنا عمل العلاقة دي مش بس علشان ننبسط لكن علشان كمان نتحد وذا كانت العلاقة بالشكل ده من وظيفها الاتحاد فيجب ان نتكلم فيها محتاجين نتكلم وناخد في حياتنا الجنسية خطوة قدام اللقاء في حلقات تانية ناخد فيها خطوات لقدام طريقة التفكير بتاعت الرجل بتختلف تماماً عن طريقة التفكير بتاعت المرأة انا فهمتك انه لما تجيب لي ورد مثلاً ده يفرق معايا حتة العبور للاخر اللي احنا تكلمنا عليها كتير انه كل واحد بيفهم التاني عايز ايه فيسعده ايه ورد يفرق معاك ايه انا ادفع خمسين جنيه ستين جنيه سبعين جنيه في شوية ورد هنحطهم وبكرة عيتباله لو ده احتياج عميق عند المرأة لازم الرجل يعرفه ويوس هدين وبعض انها تقول يعني سلامي يعني هو المحشي اللي هيفرق معاك قوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة